اشتركوا في القناة هذا المساء من ممنوع ندخل سوايا القصة من جديد نخرج في هذا الفاصل مع ضيفي هذا المساء الرواية تستدعين في ممنوع بين حين وآخر الأدب هو صورة للواقع أو خروج من الواقع يوسف القعيد يحدثك عن تفاصيل الرحلة التي أنستها سابقا فتتفاجأ بأن للتفاصيل رواية أخرى لم تدعوك إلى محظرها ولكن روايات يوسف القعيد تأخذك إليها ضيفي هذا المساء في ممنوع يوسف القعيد سأخرج بك من سياق الأدب ورواة إلى صناع القرار أنت اقتربت عربيا من بعض مشاهير السياسة فلنبدأ الرحلة بممن كان يأتينا زائرا في نشرات الأخبار كل ليلة أن اتفقنا أو اختلفنا معه ياسر عرفات أنا ياسر عرفات مرتبط عندي بالقضية الفلسطينية فلسطين يعني ودي تعبير عبد الناصر شهير جدا أن دي أنبى القضية في التاريخ القضية الفلسطينية ولا ننسى لفلسطين أن الدفاع عنها والهزيمة في 48 هي التي أهدت لنا 23 يول 52 لأن من قاموا ب 52 كلهم كانوا ضباط صغار في فلسطين في 48 وعادوا لكي يقوموا بصورة 52 فأبو عمار كانوا بقولوا عليه الختيار الختيار الشيخ الكبير ها الرجل الكبير يعني المهم شفته في القاهرة شفته في بغداد أهم حاجة طبعا في تونس يعني سنعة طويلة أكتب كان جاري يسرى عرفت لهذا بدأت معك يعني سكننا في نفس الحياة قريبين يعني عندما سكنت في تونس لأني في الأصل أنا من مدينة في الجنوب اسمه سيدي بوزيد لكن عندما سكنت في تونس كان في سيدي بوزيد بتاعت محمد البو عزيزي هو من المدينة التي أنتمي إليه أسطورة أسطورة بدأ البعض في تشويهها للأسف ما زي عندنا وفي جلسات الدفاع عن مبارك الرجل المحامي بتاعه قال إن 25 يناير مؤامرة مؤامرة فزي ما بيحصل عندكم بالزبط يعني نحن يعني شاطرين تقولوا أنتم في الشرق في هدم وحرق الرموز الجميلة مش عايزة أدخل في حاجة تاني مشكلة 25 يناير أنها سوري قط بس عملوها شباب وأول مبارك ما تنحى راحوا راحين بيوتهم وسيبينها سيبين مصر كلها على قارعة الطريق بس خدوها المجلس العسكري الأولاني وأعطوها للإخوان بناء على رغبة وتعليمات الولايات المتحدة الأمريكية فده يعني صورة بلا صاحب يعني إنما يعني اللي عملوها ما كانش عندهم تصور للبديل سأغلق هذا الفاصل لأن الحديث في حلوة ممتعة وأنت تنساب الكلمات يعني كالمياه بين فكتي هذا النهر الجميل من الأدب ياسر عرفات ياسر عرفات اتربى في مصر وانضم للإخوان فترة في حياته لكنه كان مصر الهوى ومصر الوجدان وشخص أنا شخصيا بحبه وحتى الطريقة الذي اغتلته بها إسرائيل وقتلته زادت مشاعري ناحيته وكان يحب أو يقعد يتكلم معنا ويحب يسمع اللهجة المصرية وأنا فاكر في مقره في تونس مرة بعثت لنا بالليل وكان يصهر الليل كثيرا جدا فروحنا فلأنا بتفرج على مصرحية الواد سيد الشغال داعت عاد الإمام وقال إنه مدمن هذه المصرحية يعني عاد الإمام عمل بعدها أشياء وقبلها أشياء لكن الواد سيد الشغال دي ودي تكاد تكون حلم الفلسطيني إن الواد سيد الشغال دا حتة شغال عند عيلة تمكن أن يكون أهم واحد فيها فيما بعد فكان جنب مخدعه ويماكد شرائط كبيرة كده اللي بتسجل عليها المصرحيات فدخلنا لإنابي يتفرج على الواد سيد الشغال ياسر عرفات الراجل اللي نقل القضايا الفلسطينية من مجردات السياسة للمواطن العادي وقوفيته الفلسطينية أرغبزية ونما كان بيجي مصر تحمل خريطة فلسطين بشكلها المكان بيجي مصر كان الدكتور أسام الباز مستشار مبارك أو صانع مبارك بمعنى صحة والرجل توفى كان بيعمله دايما عشا في مطعم اسمه الكبابجي في فندق شرة الجزيرة ومطعم جميل جدا كأنك سيدنا الحسين بالزبط بس موجود في هذا المكان وكان يقعد معنا بعيدا عن التقوص الرسمية بعيدا عن أنه بعد كده قالوا عليه رئيس دولة ومش رئيس دولة وابتدوا يعملوا حراسة وإنما كان يجلس معنا بشكل بسيط وبشكل ظريف جدا وكان تناولوا الأمور شديد البساطة ما الذي يميز كريزمة ياسر عرفات البساطة عن غيره من الزعماء البساطة يعني أنا شفته شفته في سياق فلسطينيين كتير قوي خاصة في مرحلة تونس قبل اغتيال لكنه كان يلام أنه يقول ما لا يعني أحيانا أو يعني ما لا يقول هل هي لعبة سياسة أم لا؟ هي لعبة سياسة يعني كان إيه عنده إفراط في منح الزعماء العرب صفاته متأكد أنه مش فيهم وهو كان عنده بلاغ عربية مثلا كان يقول لرئيستون السابق أزين العرب وهو يعني الزين والعرب وكان يقول هنا المبارك حسني مبارك يعني دايما كان عنده المبارك حسني مبارك وهكذا يعني إيه وكان يقول لصدام حسين سيد العرب قائد العرب منصف العرب المبلغات المبلغات الضخمة اللي كان وكان يقول مثلا الأسد حافظ الأسد يعني كان عنده مثل هذه المبلغات وكانت سهلة جدا على لسانه ولا أعتقد أنه كده بتعبر عن رأيه الشخصي في هؤلاء الناس والأمة العربية فقدت كتير جدا أن ياسر عرفات ما كتبش مذكراته أو ما أملاش مذكراته لأنه رأى الأمة العربية هل تفكر في أن تكتب جزء من حياة عرفات جزءها روائي وجزءها تاريخي يعني حقيقي لا والله أنا دلوقتي بدأت رحلة العودة بعد سن السبعين فإن فكرت فكر هل أكتب مذكراته أو لم أكتبهاش وأنا خايف من كتابتها لأني علمته ورأيته وسمعته أكثر مما ينبغي حلو هذا التعبير سنعود إلي في الحديث علمته أكثر مما ينبغي سنعود إلى هذا الفاصل لكن لنواصل احكي لي عن رجال سياسة ثانين غير عرفات مثلا أسامة الباز هذا رجل كان أهم رجل في مصر في زمن حسني مبارك أنت قلت هو من صنع مبارك طبعا هو عندما اختير مبارك نائبا للرئيس الجمهورية لم يكن يعرف في البروتوكول أي شيء نهائي وأنور السادات يعني يعني بخبص شيطاني اختار أن يخلفه من هو أقل منهم أنه في تليفون مهم جدا جرى بين أنور السادات وبين الأستاذ محمد حسنين هيكل وهكل حكى لهذا الاتصال التليفوني استعرض معه الأسماء التي يفكر أن يختار منها نائبا له والسادات كان ممثلا وكان يعني يستهويه الأداء الدرامي فقال له اسمع محمد وابتدى يقول له الأسامي أحمد اسمعين علي مريض في لندن وعنده سرطان مش عارف الجامسي مش حاول بقى الباقي لأنه قال تعبيرات إنما وصل آخر الأسماء حسني مبارك فتطوع هيكل وقال له ده عمره ما قرى جورنان فأنور السادات قال له براوة عليك يا محمد وانا عايزه يقرى جورنان ليه يهمني في ايه انه يقرى جورنان هو ده اللي أنا حاجبه وعينه نائبا للرئيس لكن في روايات أخرى يقال أنه كان له خبرات عسكرية أنا لا أعرف هو بتكلم على نائب هو رابط لا بتكلم على نائب ليه فهيكل بتكلم على إنه اهتماماته السياسية أحكي لي على هيكل شوي لأن الوقت يطير بنا بأجنحة أنا لم أعرف هيكل وقتا أن كان رئيسا للأهرام أنا ذهبت مرة لأهرام كنت ريح للدكتور لويس عوض فشاهدت مكتب هيكل وزهلت لقيت على أقل أربع وزراء قاعدين في انتظار أن يقابلوه وزراء حاليين وقتاها يعني من وزراء عبد الناصر والسيدة نوال المحلاوي اللي كانت مديرة مكتبه قاعد معاهم في انتظار أن يقابلوا هيكل وأنا ساعتها فهيكل أهم من الوزراء بكتير هو طبعا هو كان أهم هو كان الرجل الثاني في نظام جمال عبد الناصر اللي لم يكن الأول بشرطة وليس صحيح أن عاكم عامر كان الرجل الثاني يعني هيكل أهم طبعا جنب سرير جمال عبد الناصر تليفون كانت التليفونات بدائية إذا رفع السماعة لا يرد عليه إلا هيكل جنب سرير هيكل في غرفة نوم التليفون الآخر وفي مكتبه تليفون لا يرد عليه عندما يرفع السماعة إلا هيكل في مكتبه أيضا يعني دي مسألة أساسية وهيكل لعب دور مهم جدا في فترة حكم جمال عبد الناصر ودور إيجابي وليس دور سلبي ما الذي يميز هيكل ككاتب ومفكر؟ يميزه ثقافته يعني هيكل وإدراكه وحباه الله هيكل دخل المهنة في فبراير 42 أنا أعرف بدايته ما هتصل لرحلة آه لا يعني هو بدأ في الاجبشن جازد يعني بدأ في جورنان انجليزي لكن هو على المسرح من فبراير 42 لغير دلوقتي 2014 يعني مرحلة زمنية لم تكتب لأحد يعني عاصر فاروق محمد نجيب جمال عبد الناصر أنور السادات حسني مبارك حسين طنطاوي اللي هو رئيس المجلس العسكري الأول ثم مرسي الذي اختصب سنة من حياة المصريين وأخيرا عمفتاح السيسي وله علاقة شديدة الدفء والاتصال مع الرئيس السيسي رغم أنه قد يغضب من هذا الكلام والسيسي أيضا قد يغضب من هذا الكلام إنما هذه حقيقة وأنا المرة الوحيدة التي رأيتهما معا فيها في ضريح جمال عبد الناصر يوم 28 سبتمبر الماضي مش اللي فاد ده السنة الماضية في ذكرى آه فكانت ذكرى عبد الناصر وكان السيسي ذكرى وفاة عبد الناصر ذكرى وفاة عبد الناصر وكان السيسي وزير الدفاع وهي كان يذهب دايما إلى ضريح عبد الناصر اليوم 28 سبتمبر آه ورأيتهما معا ولعب دورا مهما جدا بالنسبة للسيسي لكن السيسي يتحرج من هذا الكلام لأنه خصومه يقولون أنه يمكن أن يكون عبد الناصر جديد ورجال الأعمال يستريبون منه لأن عبد الناصر أمم وصادر رغم أن عبد الناصر لو موجود الآن كان حيختلف تماما سأعود عفوا على المقاطعات أنت حديثك حلوة آه لكن الوقت الوقت آه حدثني عن هيكل تجربته مع قناة الجزيرة كيف تقيمها قناة الجزيرة بص هيكل والجزيرة وليش الجزيرة آه آه هيكل أنا أنا حتدي وأقول لك بمجرد قناة الجزيرة ما أنشأت قناة اسمها الجزيرة مباشر مصر آه واعتبر أن ذلك تدخل في شؤون مصر تدخل في شؤون مصر ولا يجب أنك تعمل محطة تسميها مصر وأنت لست مصر توقف تماما عن التعامل مع الجزيرة هيكل مثلا لو في عالم الرواية وأنت الرواية هل هذه الشخصية لا تمثل يعني دعوة لك لكي تكتب عن هذه الشخصية المصرية لا المؤثرة عربيا أنا رأيي الشخصي أن هيكل لو لم يكن جورنالجيا أنا أحب أقول كلمة جورنالجي أحب الصحفي ولا إعلامي لو لم يكن جورنالجيا نجاحا كان أحب أروائي نجاح لأنه هل هو من عشاق رواية جدا ومن عشاق سرد يعني هو يحكي صح كل ما يحكيه كل ما يحكيه سرد يعني مش دراسات ولا تأملات ولا أحكام سرد وحتى عندما يتكلم عن شخصيات أنا لم أعصرها يعيشك في القصة لا ده يقلد طريقة كلامها يعني أنا أنا أحببت مصطفى النحاس أنا لم أره في حياتي ولم أعصره مصطفى النحاس لكنه يحب مصطفى النحاس فيحكي حكايات إنسانية حصلت مع مصطفى النحاس ولو في وقت نحكيه لك حكاية منهم أنا أول كتاب قرأته لهيك لو أنا بالثانوية كان خريف الغضب آه على فكرة ذاك الإسم فيه لأنه أنا قريت اسمك وأنا في الثانوية آه بص يا سيدي عشان تعرف المهنية أنا مرة أنا عرفته بعد ما ترك الأهرام وهو يكتب خريف الغضب تصل بي وزهابت إليه وكان يريد أن أمد ببعض الأشياء لأنه كان خارج المسألة وأنا كنت مدير تحرير مجلة المصور ونائب رئيس تحرار فطلب مني بعض الأشياء وفي إحدى الجلسات قلت له أن السادتيين نزلوا على مصر بالبراشط وقرروا إما أن يحكموها أو إما أن يسرقوها أو يدمروها فاتصل بيها تاني يوم بالتلفون ما كانش فيه موبايلات الكلام ده كان 82-83 وقال لي العبارة اللي أنت قلتها تسمح لي أستخدمها في الكتاب شوف المهنية يعني هوش محتاج يستأذني فقلت له طبعا قال لي طيب إن استخدمتها أضعها تحت اسمك ولا بدون اسمك طلق باسمي طبعا فالراجل قال أنه أحد الأدباء الروائيين قال لي كذا وفي الهامش تحت قال الروائي هو فلان الفلان وعلى فكرة ساهمت كثيرا جدا 82 في أن الناس كتير عارفتني وقعدوا يسألوني هو أنت اللي هذا الكتاب كان من من ألخم الكتب التي بدأت في قراءتها وبدأت رحلتي مع الكتب في السياسة كتاب مهم جدا وأنا طالب بالغضب بالتناوية رغم أن بدايته كانت الرغبة في الانتقام من السادات لأن حبسوا لكن تحول الأمر إلى كتاب شديد الأهمية في نشأة السلطة وقوة السلطة ثم فساد السلطة بالخبرة كان رجل ضعيم مواطني هو بالخبرة ده مش بطل معركة الاستقلال أنا أسميه مؤسس تونس الحديثة زي محمد علي مؤسس مصر الحديثة إنسان رائع وإنسان زو بصيرة ثاقبة وأنمدتة فعلا يعني رجل دولة حقيقي برجبة تجربة كبيرة بس كان له آراء يعني كان يقول لك يعني الصلح كان بينادي باللي بيدوروا عليه الآن ده وطبعا الفرص كلها راحت تقبل وتقسيم ولا يعني قضية معلقة قضية فلسطين حتى الآن هذا الرجل قدم إلى وطنه كل ألوان الحداثة الممكنة والتعليم في تونس شيء فخر على صدر أي عربي حبيب برقيبة لعب دور إيجابي لما غير مجلة الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات لعب دور في منع تعدد الزوجات ومنع طلاء بإرادة الرجل المنفردة ولكن جهود المرأة التونسية على مدى القرون والسنين والعقود لعب الدور في أن برقيبة يفعل هذا تجاوز الأفكار الدينية في قضية حقوق المرأة بصي لها بشكل إنساني ومتحضر كل من أدم له أخطاء ومن نصر له أخطاء ومن بشوفيش حد معصوم سأنتقل بك إلى شخصية ثالثة من خارج مصر الآن الحبيب برقيبة وأنت زرت تونس عديد المرات بس لم أقابله الحبيب برقيبة كان له صراع مع عبد الناصر كان له طلاقي وتصادم مع سياسات عبد الناصر برقيبة صاحب مشروع يسمى بالحداثي في تونس لكنه أيضا فشل في تجربة الحرية كغيره من الزعمة العرب في تلك الفترة أو يمكن لتلك الفترة حقائقها التي تغيب عني أنا من جيل مختلف برقيبة لك ما تقول عنه وفيه بس يا سين أنا وأنا صغير أول مرة أسمع اسمي برقيبة سمعته في أغاني كده بتتعمل في مصر لشتمته هجوم عليه وأنا أذكر مطلع أغنية منهم بتقول برقيبة النيبة الخيبة ياد الخيبة يعني النيبة دي ليه النيبة مش النائب يعني النيبة يعني ليه المصيبة الكبيرة أول مرة أسمع اسم برقيبة لكن مع الوقت اكتشفت أمرين فيه الأمر الأول أنه يمكن أن يوصف وأنا عندي الشجاعة أقول هذا الكلام يمكن أن يوصف بأنه مؤسس تونس الحديثة أنه عمل إجراءات سابقة لأوانها بالنسبة للعلاقات الاجتماعية بالنسبة للزواج بالنسبة للطلاق بالنسبة للشعائر الدينية وتأدية هذه الشعائر كان جريئا وأنا لم أره لكن أعتقد أنه راجل بيقولوا عليه بلدنا كده اللي في قلبه على لسانه ما عندوش حسابات الساسة أو كاذب الساسة اللي أنا أختلف معاه تماما وانزعكت منه فكرة رؤيته لحل الصراع العربي الإسرائيلي رغم أنه بعد عبد الناصر أتى لنا السادات ونفذ كثيرا مما كان يقوله برقيبة لكن على فرق أن ما كان يقوله برقيبة فيه أرض ودولة فلسطينية كانت قابلة للتحقيق اليوم ضاعت تماما وفي زمن السادات أصلا ضاعت طبعا لكن ما قاله برقيبة أنا كان لي حوار مع شخص قريب جدا من الحبيب برقيبة وهو محل ثقة للأسف لا أستطيع أن أقول اسمه قريب جدا 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 قال لي وذكر ذاك في بعض الصحف للأناس آخرين برقيبة قال أن ما قاله في أريحة كان بعد أن اتفق مع عبد الناصر لكن عبد الناصر بعدما رأى ردة فعل الفلسطينيين غير رأيه فعبر برقيبة عن ذلك لقد خانني عبد الناصر كم أنت تقول ممكن أنا الوقع دي يعني أنا أعرف القصة كلها من خلال عبد الناصر وإعلام عبد الناصر لكن لا أعرفها من خلال برقيبة ولا إعلام برقيبة وبرقيبة لم يكنش عنده إعلام في ذلك الوقت يمكن أن يتصدى للإعلام تونس يعني عدد سكان كان صغير مصري ممكن هذه القصة تكون سليمة لكن أنا كرجل كرجل اتعلمت لأن عبد الناصر قام بصورة يوليو فلا أستطيع أن أتقبل أشياء يعني تشكك في نزهته ولا معالجته للأمور يعني دي مسألة عندي تصل لحدود اليقينيات التي لا تقبل للمناقش لكن أنا معجب بالإجراءات الاجتماعية والفاهم الصحيح للإسلام اللي برقيبة حاول يعملوا في تونس الإسلام في تونس يقولون أنا برقيبة كفر يعني آه طبعا مش عايزي ندخل في اللي قاله يعني لأن احنا ممكن نكفر احنا الاثنين يعني وعلى فكرة لو أنا برقيبة ودي ليست شفوني على الإطلاق أهلا وسهلا كان يحكم مصر يعني كان يحكم دولة لها التأثير المصري كان ترك أثر لا يقل أهمية عن الأثر اللي سابه الإمام محمد عبده اللي هو في أواخر القنص وهذا وهذا مديح ولكن بأسلوب العارف للأشياء لا يعني دي شفوني يعني هيدا لا أرى فيه شفوني أنا لا أرى فيه شفوني لا أنا أخشى أنك تستوى أنك شفونية أنا التونسي وأقول لك بالعكس أنا لا أرى فيه شفوني لأنه في الحقيقة ليجب عليك أن تكون أعمى كي لا تعرف كيمة ودور مصر جغرافيا مصر تعطيك ما لا يمكن أن يعطيه أي بلد آخر أنا تونسي جدا من الألف لليا لكن في قلبي وفي عملي وفي ممارستي مصر تسكن الوجدان والخاطر بلد مثل لبنان هو بلد صغير جدا لكن أيضا هو من البلدان التي تصنع الفرق في حياة كل من يفكر ويساف أشكرك على هذا الفاصل سنخرج في استراحة قليلة لنعود في آخر فاصل قبل أن ينتهي هذا الحوار الذي قدتنا فيه أستاذي من الأدب إلى السياسة من الصلاح إلى رجال الفساد إلى من تركوا ذكرى هي ستحاكمهم أمام التاريخ وشعوبهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنت روائيون تشهد لك أعمالك إن كانت للقرى ممن يحبون الرواية والقراءة وأعمالك التي تحولت إلى السينما والمسلسلات فاسمك مشهور أنت صديق كل هؤلاء العمالقة من السياسين والكتاب فلا تحتاج إلى تعريف وخاصة مني أنا لكن ماذا لو قادتك الرحلة إلى بلد لنخل السويدة وفنلندا وتتح لك الفرصة أن تتحدث عن أعمالك الأدبية فكيف تلخصها بلسانك أنت وأنت من تملك ناصية هذا التسلسل التاريخي وأرى فيك هيكل ولكن بلغة أدبية حقول أن أنا تجربتي في الحياة هي لنعكست في كتاباتي أهم رحلة بدأت تفتح وعي عليها الانتقال من القرية إلى المدينة أنا العشرين سنة الأولى من حياتي كنت في قرية اسمها الظهرية مركز إيتيال بارود محافظة البحيرة أسسها الظاهر بيبرز اللي المصريين أحبوا لدرجة أنه الحاكم الوحيد في تاريخهم كله اللي عملوا عنه بعد وفاته ملحمة شعبية ملحمة ضخمة اسمها الظاهر بيبرز تجربة الانتقال من القرية إلى المدينة تركت العشرين سنة الأولى من حياتي حياة القرية وهي الواقع الوحيد اللي أنا أعرفه جيدا عندما أكتب عنه أو أتوقف أمامه أو أحاول فهمه أنا أحيا خمسين سنة من عمري في المدينة ومع ذلك بعيش كإني ترانزيت كإني يعني جاي من رحلة وسأقوم برحلة أخرى وهذا المكان مكان عابر بالنسبة لي ولا يمكن أن يكون مكانا دائما بالنسبة لحياتي اللي هي المدينة حياتي فيها القرية التدريس عملت مدرسا عدد قليل من السنوات الجندية الصحافة هي دي التجارب الأساسية التي مررت بها واللي هي موجودة في أعمالي الأدبية بشكل أو بآخر القرية عشت لزنوات عمري الأولى انتقلت إلى المدينة إلى الإسكندرية أولا ثم جنت وهذا أنت كل ذلك ثم ما حكيناه في بقية الحلقة علاقاتك مع الأدباء ماذا عن أعمالك المميزة أو أعرف أن الاختيار صعب لكن وأنت تصف لهذا الجمهور أعمالك واحدة بواحدة لكن المحطات الكبرى سنقف عند المحطات الكبرى عند المحطات الكبرى الحرب في بر مصر الصادرة سنة 78 اللي هي ترجمت لحوالي 14 أو 15 لغة وصدر منها طبعات كتيرة وحتى اتحاد الأدباء العرب عندما انتهى القرن العشرين وعمل استفتاء عن أهم مئة رواية نشرت خلال القرن العشرين فطلعت الحرب بر مصر في المرتبة الرابعة والتي تعولت إلى فيلم تحدثنا عليها المواطن مصر دي رواية عن مرحلة الجندية عن الحرب اللي عملها الفقراء وحولها الأغنياء إلى مشروع استثماري صح عندي سلاسية شكاوى المصري الفصيح وهي عن صفر السادات لإسرائيل هي من ثلاث أجزاء عنوانها الأولاني نوم الأغنياء الثاني المزاد الثالث أرق الفقراء وبقول أن الدولة المصرية في السبعينيات القرن الماضي كانت مهمتها الأساسية هي حماية نوم الأغنياء من أرق الفقراء هي عن مواطن مصري يضيق به الحال فيستحب أسرته إلى ميدان التحرير ويعرضها للبيع ويعرض الأسرة للبيع كحل وحيد لأزمته والسينما المصرية عالجت هذا الموضوع كثيرا عدل إمام في كذا فيما بعد رويت حقيقة يقال ذلك هم يعترفون بذلك وأنا وأثناء الكتابة فصحب فضل في هذه الناحية أنا على فكرة بدأتها أكتبها كقصة قصيرة فتطورت أثناء الكتابة صفر السادات إلى إسرائيل هل كانت صدمة بالنسبة لك من نوع عاطفي فقط أم يعني لم تنتظر صدمة مخيفة يعني أنا يوميها كده بليل قلت من المؤسف إن إحنا عشنا حتى نرى بطل الحرب يبقى بطل لاستسلام وينزل في مطار تل أبيب ومطار بنجوريون ويصافح جلد مائير التي ضمرت مصانع البترول في السويس فصفروا إلى إسرائيل دفعاني إلى أن حولت القصة القصيرة إلى رواية من ثلاث أجزاء وربطت بين الذي يبيع أسرته في التحرير وبين الذي يبيع وطنه في تل أبيب في الكنيسة الإسرائيل وحتى المشهد الأخير في الرواية عندما يخرجون المساجين من السجون ليقفوا في استقبال السادات العائد من إسرائيل بسرعة ما رأيك في فيلم السادات هل شاهدت فيلم السادات لمحمد خان طبعا فيلم السادات فيه بطولة خارقة لأحمد زاكي في تمثيل فني هذا ما أردت أن أصلي له وبصراحة أحمد زاكي أنا طبعا أعرفه جيدا ثقافته محدودة لكن موهبته غير عادية ويبدو أن محدودية ثقافته نفعته كثيرا جدا في تدفق موهبته لأن أحيانا الثقافة الضخمة بتقف ضد تدفق الموهبة بشكل غير عادي يعني إنما فيلم السادات مشكلة بالنسبة لمخرجه محمد خان وأنا كتبت والذي كان ضيفا على ممنوع يعني من قريب أنا كتبت هذا الكلام وزعل مني جدا أن مشروع محمد خان كله السينمائي ضد السادات يعني من فيلمه الأول لفيلمه الأخير يقوم على انتقاد الجراح التي أصابت المجتمع المصري بسبب حكم السادات لمصر كله عودة مواطن خرجه ولم يعد سوبر ماركت جميع أعماله تقوم على ضربة شمس كل أعماله تقوم على انتقاد الجراح التي أحدثها الانفتاح الاقتصادي بالمجتمع المصري فكان غريبا عليه كان غريبا عليه أنه يعمل مستهاز الفيلم استغربت جدا هناك فيلم يغيب عني اسمه للأسف معروف جدا لنفس هذا البطل يتحدث فيه عنه مع مغفى تأمين عن الضابط اللي تزوج الطالبة زوجة رجل مهم زوجة رجل عمل وده برضه هل تشوف هل ترى فيه تماهي مع أعمالك مع هذه الثلاثين ممكن بس هو بطله ضابط شرطة بيحال الاستداع في مدينة في المينيا فبيتحول إلى كائن مريض لمجرد أنه أصبح بلا عمل بلا عمل ويحول حياة زوجته وحياته إلى جحيم غير عادي لكنه أيضا عن جراح زمن السادات عندما أتى السادات ومشي كل الناس الناصريين من الحكم هو محمد خان ما اختاروش ناصري انما اختاروه مستبد لكن هو بيتناول مشكلة عانى منها المجتمع المصري في منتصف سبعينيات القرن الماضي عندما تم تسريح رجال عبد ناصر كلهم وفصلهم من العمل وإبعادهم عن العمل ده فيلم مهم جدا لمحمد خان كل هذا يتناقض مع أن يخرج محمد خان فيلما عن السادات بهذا الجمال وبهذه الأهمية وطبعا فيها عبقرية أداء أحمد زكي اللي هو أدى قبلها ناصر ستة وخمسين ثم أدى السادات الحمد لله أنه ما عملش مبارك لأنه كان حيموت وعايز يعمل الدربة جوية ننتقل إلى العمل المذيئة الأخرى في مسيغتك وأنت اتحدث لجمهور لا يعرف فيه رواية اللي أنا أشرت لها قسمة الغرماء ومعها قطار الصعيد وهم روايتين بيتناولوا المشكلة الطائفية في مصر في روايتي المهمة جدا قطار الصعيد يقال أنك وصفت فيه بدقة خلل المجتمع المصري بس في الصعيد هي في الصعيد هي رواية صحفي رايح يحقق جريمة قتل لكنك تخليت عن الجريمة وانتبهت إلى تفاصيل طبعا وبالذات كمان المشكلة الطائفية في الصعيد صح المسيحيين اللي هم يعاملوا كأقلية ويأخذوا كرهاء ويعاملوا ويتجمع منهم الأسلحة وتترك مع المسلمين يعني 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 شغلاني جدا يلام عليك أنك استعملت عنوان كان مرتبط بقضية لكنك لم تتحدث على القضية أنا لألوم أنا بالعكس يعني من حقك أنا استعمل الاسم ممنوع أنا استخدمت أنا استخدمت القطار ولم أتوقف أمامه طويلة لأنه كان يعنيني أن القطار الصحف المسافر ده يجد في كل مدينة مشكلة فأتكلم عنها يجد في كل مدينة محنة لكن القطار نفسه ككيان كقطار كمجتمع متحرك لم أتوقف أمامه طويلة فالقطار هو المجتمع وممكن أو يكون هذا المأخص حقيقي في فكرة أننا لم أحدد كثيرا في عالم القطار نفسه ربما يعني أنت توغل في التفاصيل وفي تفاصيل التفاصيل لماذا لماذا تحتاج لك لأننا بكتب رواية والرواية هي فن التفاصيل فن التفاصيل الصغيرة وبدون تفاصيل لا توجد رواية يعني القصيدة مش مطلوب فيها تفاصيل القصة القصيرة مش مطلوب فيها تفاصيل النص المصرحي مش مطلوب فيها تفاصيل المقال مش مطلوب فيها تفاصيل لكن الرواية تقوم على بشر من دم ولح بيتحركوا في الحياة وأثناء حركتهم تقع كثير جدا من التفاصيل اليومية وأنا معني جدا بالتفاصيل وعشان كده في تجارب أنا ما كتبتش عنها وإنت أحيانا أيضا تختار اللي يكون لأبطالك أسماء لا هي بس في الحرب بر مصر بشكل أساسي بشكل أساسي في رواية الحرب بر مصر لأنه كنت معني جدا بالقضية قضية الفقراء الذين صنعوا أكتوبر والأغنياء الذين حولوا أكتوبر إلى مشروع استثماري فيما بعد يحدث في مصر الآن في مصر يقال أن كلمة الآن هي ما أعطت بعدا أعمق لهذا العمل الآن بص في طبعة جديدة في المطبع الآن من هذه الرواية عملت لها مقدمة جديدة وعمري ما أعملت مقدمة لرواية من روايتي أبدا كده بالزبط الآن عنوان المقدمة الآن كلمة سريعة بين يدي طبعة جديدة وقلت فيها هل تنفع الآن دلوقتي؟ أنا الآن بتاعتي عن يونيو 74 اللي هي زيارة نيكسون لمصر الرئيس الأمريكي نيكسون لمصر وهي زيارة التي خرج من رحمها العصر الأمريكي كاملا وقلت في الآخر أن الآن مدالة صالحة على الاستخدام وأن العرض الأمريكي مستمر على التراب المصري وأن لا يجب حسف الآن على الإطلاق لأن ناس كتير قالوا مفروض تقول يحدث في مصر وتشيل الآن لكن أنا أصريت على بقاء الآن واستمرار الآن ودي أيضا تحولت لفيلم سينمائي عنوانه زيارة السيد الرئيس كان بطل محمود عبد العزيز عندما تصور أعمالك هل تحضر أجزاء من التصوير أم أنت تكون في علاقة مع المخرج أو كما قلت أنك تعطي للمخرج الرواية وتنصرف لتكون واحد من المشاهدين بص في السنة اللي ليلة علوي عملت فيها مسلسل حديث الصباح والمساء مأخوذ على الرواية لنجيب محفوظ فقالت لي أنا عايز أجي للأستاذ نجيب أنا عارف ليلة فجت أنا بس اشترطت عليها ما تجيبش كاميرات وما تجيبش مصورين وما تجيبش إيه لأن لما جاء نهر الشريف ونما جاء إلهام شهين جابوا كمية مخيفة وعملونا مضايقات في القاعدة ليلة جت لوحدها وجابت طرطة صغيرة جدا كده كان عيد ملاد نجيب محفوظ وجلست بجواره وحطت قيتها على كتفه بعد ما مشيت ليلة نجيب قال لي على فكرة أنا ندمان أنه أيام تصوير أفلامي ما كنتش بحضر أنت بتحضر قلت له أنا بحضر آه رغم أن ده عدوان على وقتي وعلى شغلي بس أنا فعلا حضرت حتى جلسات اللي بيسموها جلسة الترابيزة اللي بيقلوا فيها السيناريو ويقلوا الأدوار قبل التمثيل بيسموها جلسة الترابيزة دي حتى حضرتها الراجل ندم كثيرا جدا فتعلمت أنت الدرس لا لا أنا كنت بحضر حتى وسأني هو ندم أنه لا يحضر هو حضر ندم أنه لم يحضر فتعلمت أنت الدرس هو ندم رغم أنه كان بيعمل سيناريسته وكان بيعمل وتعمله نجيب محفوظ معموله حولي 80 فيلم يعني رقم لم يتفوق عليه أحد في تاريخ السينما المصرية غير إحسان عبدالدوس هو اللي تعمله أكتر من 80 فيلم لأن روايات إحسان ليست جيدة كنديرا بيقول جملة مهمة جدا أن الروايات غير جيدة سهل جدا تحولها للسينما عن الروايات الجيدة صعوبة يعني الحبكة في النص الأدبي صعب تحوله للسينما لكن أنا حضرت أنا أتعمل لي أربع أفلام فقط مش كتير لأنه لحدود الآن آه جرى تحول في تاريخ السينما يعني النهاردة هل معقولة يتعمل لي رواية والمنتج الأساسي هو السبكي يعني رجل لا يعنيه غير شباك التذاكر ولا يعنيه غير الإصارة ولا يعنيه غير إصارة المشاكل يعني مش عايز أقول أنه تاجر لحوم يعني دي مهنة شريفة وكل حاجة لكن مصر تخلت سنة 1997 عن صناعة السينما اللي هي كانت تاني صناعة بعد الغزل والنسيج في تلاتينيات القرن الماضي بعد أن إنشأها طلعت حرب أنت في إطار الخصغصة الرهيبة بعت دور العرض بعت الاستوديوهات بعت المعامل لم يبقى لك من صناعة السينما أي شيء ممكن للدولة أن تلعب فيه دور والقطاع الخاص ليس بوعي طلعت حرب ولا بوعي المنتجين المهمين جدا في تاريخ السينما المصرية فتدهورت هل تحب الشعر؟ ها؟ هل تحب الشعر؟ جدا طبعا ماذا لو قلت لك إن استحضرت لنا بعض الأبيات التي تكونوا عندما تكون في مزاج حلو تستحضرها صلاة عبدالصابور في مسرحية ليلة والمجنون بيقول فيها يا أهل مدينتنا انفجروا أو موتوا رعب أكثر من هذا سوف يجيء يا أهل مدينتنا انفجروا أو موتوا كلام ده صلاة عبدالصابور متوفي في سنة 1980 في سنة 1980 فماذا لصالح إنك تقوله حتى هذه اللحظة وقلت لي صلاح شهين أيضا اه طبعا صلاح شهين قال الأمح مش زي الدهب الأمح زي الفلاحين عدان نحيلة جدرها بياكل فطين أيضا أنا أحب جدا مؤخرا أحمد شوقي لأن نحن في المدارس زمان عندما ذهبنا إلى المدارس بعد قيام صورة يوليو قالوا لنا أن ده شعر القصر وشعر الملك وشعر الأمراء وأن أمه كانت تعمل في القصر فلم أقرأه لفت نظري لأهميته الأستاذ هيكل هيكل تقريبا يحفظ شعره كلمة كلمة فأنا أستدرك ما فات ما فاتني الآن وأحاول أن أقرأ أحمد شوقي بس أنا بدأت من كام سنة وأحفظ له كثيرا من بيته سلو كؤوس الطلاء هل لامست فاها والبيت ده كتبوا شوقي بعد صهرة كانت فيها أم كلسوم صهرانة ورفضت أن تشرب معهم أنك تخشي على صوتها وحنجرتها من الشرب فكتب هذه القصيدة وذهب إليها تاني يوم الصبح وأعطاها لها فغنتها هل تحب أم كلسوم؟ جدا أحب صوتها جدا أفضل المقاطع أنا أكتر غنوة بحبها لام كلسوم هل تلقى للأمر ودي الغنوة اللي رمل في الحرب العالمية التانية عندما هجم على منتج أمري وكان يريد أن يكون فيه كلمة سر كلمة سر لقواته وكان يوم خميس وكان يوم الخميس لازم تزع أغاني أم كلسوم في الراديو فأعطى هل تليالي الأمر رغم أن الألمان ما يعرفوش معنى الكلمات لكن اللح والكلمات كانت كلمة السر عشان يبدأوا الهجوم وده أكبر مجد لوم كلسوم وبرضو أنت تتكلم على عبد ناصر والحرية أتكلم على عبد ناصر والحرية أشرح لك وقعة ترد عليك سنة 54 فتحي ردوان فتحي ردوان كان قائم بعمل وزارة الإرشاد كانش تعمل وزارة إرشاد كان فيه مصلحة للإرشاد القومي منع أغاني أم كلسوم من الإزعاء فاتصلت أم كلسوم بعبد الناصر وقال لده أنت منعته أغاني بتاعتي ليه قال لا أنا معرفش حسأل سأل فتحي ردوان فتحي ردوان قال لي يا فندم لازم نمنحها غنت للملك غنت في زمن الملك شادت بأغانيها والملك بيحكم مصر فعبد ناصر قال له طيب ما تجاف في النيل لأن النيل كان بيجري والملك بيحكم مصر ما تهدم الأهرامات لأن الأهرامات كانت موجودة والملك بيحكم مصر فضل يا أستاذ زيع أغاني مكلسوم كما كانت تزع من قبل وبدأت إزاعة الأغاني بعد شهرين أو ثلاثة من منع إزاعة أغانيها لمجرد أنها كانت تعيش في مصر أيام الملك فاروق في خدمة هذا اللقاء أستاذي العزيز وأنت من أجبرتني بسيل هذه المعلومات الجارفة والثقافة الغنية التي رأيتها في نصوص سابقة أعينها الآن وأنا كسائح أحب من خلال الكتب بلدا وحضارة بمتاحف وأثار لكنه وجد نفسه يربح جائزة تذكرة سفر لهذا البلد الذي عاشقه أن أتجول بين صفحاتي كاتب ولكن بالمسموع وبحضور يشرف تأثيثه وجودك بيننا في ختمة هذا أنا قبل الخاتمة عايزة أستشد ببيت الشعر اللي كلنا حفظينه بتاع أبو القاسم الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيدي أن ينكسل ودول بيتين من الشعر غيروا الدنيا كلها وأنا قابلت ابن أبو القاسم الشابي في ندوة عنه في فاس في المغرب وكانت مفاجئة الندوة أنه عرضوا فيلم صوروا سائح أمريكي لزواج أبو القاسم الشابي يعني ليلة الزفاف أبو القاسم الشابي كان فيه سياح في المكان في ذلك الوقت وصوروا الفيلم واكتشف ورسة السائح الأمريكي أن اللي في الصورة دي هو أبو القاسم الشابي فأهدوا الفيلم للمؤتمر اللي كنت عملها مؤسسة الببطين في ذكرى أبو القاسم الشابي وتعرض لأول مرة أمام ابنه وابنه أظن كان جنرال معرفش في الشرطة أو في لا عرف كان معنا كان موجود معنا واسمه محمد وندما سألته قال لنا جنرال بس أنا لا أذكر جنرال في الجيش ولا جنرال في الشرطة ولا جنرال في جهاز آخر لكن يعني ده على ذكر الشعر والشعراء وذكر تونس احتراما لأنها أنجبتك يعني أنت أجلت خاتمتي مرتين فسأسألك بسرعة بعد أن أجرينا هذا الحوار سأرحل ستبقى معي ذكرى لهذه الحلقة الجميلة مع كاتب روائي سأعتز بأن أقول حاورت يوسف القاعد سأعتز بأن أقول كان الأستاذ محمد يوسف القاعد ضيفا على ممنوع من بين أسماء وأعلام كثيرة أعتز بها في هذا البرنامج ففي ممنوع طيوف أثثوا وبشكل مضي لهذا البرنامج وليسات سبعة أقول بداخل كل إنسان هناك نغم إلهي هناك حس صوفي أو ترتيلة من مزامير داود هل توافق على هذا الحديث؟ طبعا طبعا وأنا ما زالت حلقات الزكر في قريتي حلقات الزكر مش عارف أنت تعرفها في تونس وليس جدا وما زالت توشيح رمضان اللي كانت من اسمحها من المئزنة بتاعت المسجد في قريتنا وأيضا تكبيرات العيد تكبيرات العيد وأيضا زفة العروسين في الشارع لما يمشوا قدامهم ويغنوا طبعا ما زالت هذه الأصداء وهذه لك أي اطلاع على الترتيل المسيحية؟ طبعا طبعا أنا لما شفت وديع الصافي كان ضيفا على ممنوع والله شفته كنت في مكان عام وبالصدفة يعني بالصدفة البحثة جاء سلم علي لا أعرف إن كان يعرفني أو هم قالوله ده كاتب فقال لي رأيك كيف الغنى بتاعي قلت له استفادة كثيرا جدا من ترتيل الكنائس يعني قلت له حاجتين التقوا ببعض عندك جبل لبنان وهواء جبل لبنان اللي بيعمل الحنجرة بيخليها غير أي حنجرة في أي مكان آخر من العالم وترتيل الكنائس موجودين في غناك انبسط جدا ويوميها معرفش من حق أقول الكلام ده ولا ما أقولوش قال لي بارك للأستاذ نجيب بالدبلوما اللي خاتها فمعرفش هل نوبل في لبنان اسمها دبلوما أو هو ده إدراكه أو يعني ما قال لي بارك للأستاذ نجيب بالدبلوما اللي خاتها فروحت وقلت النجيب محفوظ وقلت له علنا قلت له فقال لي صح جدا الفكرة هواء جبل لبنان وترتيل الكنائس اللي بان في صوت وديع الصافي وعلى فكرة عامل غنوة عن مصر كتير من المصريين ما عارفوش عملوا زيها اللي هي عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر قبالك عظيم وشعبك عظيم أشكرك سأترك لك في هذه الدقيقة الأخيرة أن تعبر وتقول ما تريد لجمهور ممنوع في العالم العربي وانطباعك على وجودك في هذا اللقاء وأنت صاحب الكلمات التي تختار أن تكون مسؤولة وليست مجملات لمجرد المجملات أنا لو شكرت في البرنامج أو فيك حيقوله قاعدين ده لا أنا لا أطلب شكر أنا سعيد جدا وأطلب من المشاهد العربي إذا كان عنده صبر وكمل معانا كل هذا الوقت لأنه في لعنة رهيبة تطارد كل الإعلام دلوست مار ريموت كونترول حاجة يعني تدس حتى لو دست خطأا تلاقي نفسك روحت حاجة تاني فإذا كان حد يعني كمل معانا لغاية الآخر يدرك أنه الهم الأساسي اللي بيحركني كثيرا جدا قلقي على مستقبل عربي لا نعرف ممكن يبقى شكله إيه إحنا عارفين الماضي بوايلاته ومدركين الحاضر بتداخلاته لكن لا نعرف شكل هذا المستقبل ممكن يروح فين ولا يودين فين في بعض الأماكن تجربة فيها جيدة زي تونس مثلا إنما عندنا في مصر أنا شديد القلق والأرق رغم فرحي بالمنجزات التي تمت وخرجنا من نفق النظام الذي كان موجودا لكن كنا نعرف كيف نهدم الماضي لكن لم نكن نعرف كيف نبني المستقبل وأرجو أن نعرف ذلك في القريب العاجل السلام على مشاهدية في العالم العربي أينما كنتم هذا الحوار انتقل بين تفاصيل تعلمت فيها الكثير في حضرة كاتب وريوائي يحب الورقة والحروف لكنني تمتعت اليوم بأن أستمع وتعلم لتفاصيل لحكاية جميلة من تاريخي وواقع عربي فيه من الألم ما فيه ولكن اختار صديقي ضيفي الذي أعتز أن أقول صديقي في هذه الليلة بأن يتحدث مستشرفا مستقبلا قال علينا أن نتعلم كيف نبني شكرا لمتابعين في العالم العربي أينما كنتم هذا عماد دابوغ من القاهرة يودعكم على أمل اللقاء بكم في ممنوع آخر اشتركوا في القناة